اشتركوا في القناة ستكثر الرهانات على الفنانة أصالة بسوريا تنحرف الأنظار لبعض الوقت عن موسم الرياض أجندة القيادة السعودية وفقا لتوقعات ميشيل حايك 2024 ستكون دسمة وملئة بأحداث وتطورات أمنية توسعات في المشاريع السعودية واستثمارات عملاقة بعالم الطيران تنبأ خبير الفلك اللبناني ميشيل حايك بتطور الرياضة السورية وخروجها من العتمة إلى النور لتسجل أكثر من سجل ثنائية سوريا ومصر بالخط العريض وبخط أعرض ثنائية الأسد وأردغان من دون سابق إنذار الجيش السوري سيجد نفسه أمام امتحان عسير لكنه يغير المعادلات وتتعرض أسماء الأسد لسلسلة مخاطر سيظل علي المملوك رجل الفجأة والمفاجآت بسوريا بشرى شقيقة رئيس الأسد من الباب الخلفي إلى الواجهة عواصف غير طبيعية ستضرب ترطوس من فوق ومن تحت رتبة إيرانية تتصدر المشهد السوري وتعادلات مهمة وحساسة ستعدل مسار العقوبات على سوريا النظام السوري سيغير نظامه والليرة السورية تقاوم لأجل غير مسمى فلسطين دمشيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين مهمة أسود العرين غير وهمية وتشق طريقها السلام سيغزو غزة جنون عسكري في جنين الشرارات لن تنطفئ في حي الشيخ جراح كل الثورة ستتغنى بمحمد عساف وعودة إلى سوريا الرياضة السورية سوف تخرج من العتمة الجيش السوري أمام امتحان لكنه سيغير في المعادلات عواصف غير عادية ستضرب ترطوس من فوق ومن تحت ردة فعل سوريا موجعة ردا على عدوان إسرائيلي الإمارات الإمارات ستودع شخصية عظيمة خطوة إماراتية تركية غير مسبوقة إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتي المتنازع عليها التنافس الإماراتي والسعودي سيكون مجال التعاون وتقدم للبلدين تغييرات مذهلة في التقس الإماراتي تونس يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير بلحظة وصورة مفاجئة يصحى الشعب التونسي ويقول كلمته تشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس بداية ردم الهوى بين الإعلام ومجريات الواقع والحقيقة التي تحدث على أرض تونس سن قوانين حديثة لتسهيد عمليات الاستثمار واكتشاف ثروة غازية ضخمة صابر الرباعي سيكون تحت الضوء بعمل غير فني المغرب رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم حاسبتهم بتغم فساد إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر شخصية عسكرية مغربية معروفة في بزار الرهنات استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر السودان غليان في غليان ثم انفجار رقم اثنين أمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير إسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر ومساد السودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف أشارت توقعات المتنبئ ميشال إلى صراعات وضغوط على التيار الديني المتطرف للتسامح مع بعض الأحكام بما في ذلك السماح بالاختلاط للأجيال والانفتاح وإلى حركة فاعلة في أرشيف الجزر الكويتية والمزيد من التوقعات منها الجمعية الوطنية لا تتوقف وغليان داخل قاعدة أمريكية مفاجأة سارة بالمراسيم الرياضية المهمة الاشتباك يختار أحد أفراد عائلة الصباح عودة خجولة لبعض المرحلين من الساحة الكويتية يثير ظهور استعدادات أحمد الفهد تمهيدا للانطلاق في مصار جديد أكثر من سؤال الشيخ مشعل جابر الأحمد سيضيء الكويت لن يكون هدوء الكويت طويل الأمد سيحدث فجأة ما يزعج هدوءها تابع المتنبئ ميشيل توقعاته ونبأ الأمن الكويتي عدة مرات فلسطين السلام سيحتل غزة الجنون العسكري في جنين القدس الشرقية أرض الشرارات الثورة بأكملها ستغني أغاني محمد عساف ستصلت الأضواء بشكل مباشر من جديد على الفنان المتقاعد أدهم نابلسي وأشار إلى حدثان داخل الأسرة الهاشمية ووضح أن مستشفى الأمير حمزة رغم كل الإجراءات لم ينتهي كما أشارت توقعات ميشيل حايك للأردن عن إكمال مخطط الجناح العسكري البحري الأردني وجاء في تنبؤات ميشيل أن قطاع السياحة الأردني ينفض الغبار ولن يتراجع انحراف الأنظار عن موسم الرياض نتيجة حدث مفاجئ أجندة القيادة السعودية دسمة وملئة بالتطورات السياسية والأمنية وتستدعي تأهبا وتحركا وضربا بيد من حديد سؤالان كبيران في السعودية من سيكون ولي العهد الجديد ولماذا سيكون ولي عهد جديد تركي الشيخ يقود معركة في وجه الحساد التعصب ينتقم من الانفتاح سفيرة السعودية في أمريكا لن تبقى فقط في هذا المنصب حجر الكعبة سيعبر عن شيء جديد بحدث متصل به محمد بن سلمان يجري مواجهة ومصالحة في آن واحد الحزن يكثر زيارته للعائلة المالكة في السعودية انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف جمال خاشقجي الملك سلمان في أوج مرحلة تتداخل فيها الحقائق والشائعات مبنى سعودي يخطف الأنظار غليان بسيط داخل أسرة الملك عنوان الضجة في السعودية يتراوح بين التصفية والإعدام تسربوا واحدة من محاولات الإطاحة بالعرش السعودي إلى العلن غيمة قلق على الفنان محمد عبدو تتحول إلى هستيريا جماهيرية تشكل غيوما مفاجئة في سماء السعودية ستلفت كل الأنظار مشايخ السعودية ورجال الدين في أزمات متلاحقة والداعية سلمان العودة ينتظر على نار عملية انتحارية بين طائرات وأرض مطار عيد العشاق هذا العام يلبس طابعا آخر غير طابع الحب الأهداف الإرهابية ستركز على دور الأزياء والعطور المشهورة في العالم انفجار بركان الشعب الفنزويلي احتجاز رهائن في المطارات بريطانيا معالم بشرية وثقافية برسم الخطر علم داعش يدخل عالم الموضة الإرهاب يطال سفينة ضخمة في فرنسا فصل الرابع من فصول الإرهاب والتركيز على معالم دينية إسلامية ومسيحية نقطة تحول في الانتخابات الفرنسية انذار لديزنيلاند بلبلة واسعة في إطار صناعة السيارات الفرنسية في ألمانيا اضطراب مالي واقتصادي خطة في عالم الطيران الألماني استدعاء قوات ألمانية لمكافحة الشغب كرة القدم الإيطالية تتصدر الأحداث وفضيحة في إيطاليا في أكثر من مجال واحتجاجات شعبية إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء